كيفية تطبيق قانون الانتخابات وملف النفايات موضوعان سهما بإطالة أمد جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في سراع الكبير برئاسة الرئيس سعد الحريري على مدى خمس ساعات البطاقة البيومترية جرى بحثها من خالص جدوى الأعمال ولم يتم توصل إلى نتيجة ليتقرر عقد جلسة جديدة للجنة الوزرية المكلفة متابعة المسألة يوم الجمعة كل الأطراف السياسية متفقة حول ضرورة التسجيل المسبق باستثناء الطيار الوطني الحر ممثلا بالوزير جبران باسيل وهذا التسجيل من شأنه تمكين المواطن من الاقتراع في مكان سكنه وعلى الرغم من كل النقاشات والاختلافات إلا أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق جددت تأكيد أن لا تأجيل للانتخابات لافتا إلى أن الموضوع وطني يحتاج إلى توافق عام وفيما يتعلق بالنفايات فقد حلت أمور وبقيت أمور عالقة بانتظار جواب مجلس الإلماء والإعمار بشأن توسعة المطامر والمهلة المعطاة للمجلس هي 15 يوما جلسة الأبرز فيها أنه تم إقرار دفتر شروط التفكك الحراري وبداية العمل على حل مشاريع المرتبطة بالنفايات والكوستابرافا وبرش حمود وما إلى ذلك وفيما لم يتم تعيين مجلس إدارة مستشفى الكارنتينة تم تعيين مجلس إدارة مستشفى ترابلس كما وفقت الحكومة على تعيين عضوي الهيئة العليا للتأديب وهما ميرفات عيتاني وعلي مرعي أما ما جرى في حي السلم فقد وصف وزير حزب الله محمد فنيش المحتاجين على تصرفات الحزب بالمخالفين وقال هناك مخالفات في حي السلم والدولة تعمل على إزالتها ونحن نرفع الغطاء على المخالفين ترجمة نانسي قنقر